أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر قالوا واندرج معه الجميع وليال عشر قالوا واندرج معه الجميع والشفع والوتر قالوا بقراءة الفتح في ألواو نعطف لحمزة والشفع والوتر بقراءة كسر ألواو ووافقه خالف العاشر والكسائي والليل إذا يسر قالوا نعطف لابن كثير والليل إذا يسري بإثبات الياء لابن كثير ووفقه يعقوب وهذا حال الوقف هل في ذلك قسم الذي يحجر قالوا نعطف للسوسي بالإضغام هل في ذلك قسم الذي يحجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد قارون ووفقه الجميع على السوسي نعطف للسوسي بالإضغام ألم تر كيف ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد قارون ووفقه الجميع التي لم يخلق مثلها في البلاد قارون ووفقه الجميع وثمود الذين جابوا الصخر بالواد قارون نعطف لابن كثير بالوادي بإثبات الياء في الوقف في كلمة بالوادي ووفق ابن كثير يعقوب وقنبل له الخلف في الوقف بالياء وعدم الوقف بالياء وفرعون ذي الأوتاد قارون نعطف لبش بالنقل وفرعون ذي الأوتاد نعطف بالسكت لحمزة وفرعون ذي الأوتاد ووفقه المطوعي عن إدريس الذين طغوا في البلاد قارون ووفقه الجميع فأكثروا فيها الفساد قارون ووفقه الجميع فصب عليهم ربك سوط عذاب قارون بسكون ميم الجمع ونعطف لقارون بالصلة فصب عليهم ربك سوط عذاب واندر الجماع ابن كثير وأبو جعفر نعطف لحمزة فصب عليهم ربك سوط عذاب بقراءة عليهم ووفقه يعقوب إن ربك لبالمرصاد قالون ووفقه الجميع فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما قالون فسح الياء من ربي ووفقه دور أبي عمر وأبو جعفر نعطف لابن عامر فيقول ربي أكرما بتوسط المنفصل ووفقه عاصم فيقول ربي أكرمني بقصر المنفصل لياقوب وإثبات الياء في الوقف نعطف للسوسي فيقول ربي أكرما نعطف للبزي إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني نعطف لقنبل فيقول ربي أكرما نعطف لخلاب إذا مبتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما نعطف لكساء بالتوسط فيقول ربي أكرما ووفقه خالف العاشر نعطف لورش بالنقل فأم الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وذلك بفتح ذات الياء نعطف له بالتقليل إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما نعطف لحمزة فأم الإنسان إذا مبتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما نعطف للمطوع عن إدريس بالتوسط فيقول ربي أكرما وَأَمَّا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا قَلٌ بقصر أَمُنْفَصِلُ وفَتْح الياء من ربي وفقه دور أبي عمر نعطف لياقوب بسكون الياء فيقول ربي أهانًا نعطف للسوسي فيقول ربي أهانًا نعطف للبزي وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا نعطف له قنبل فيقول ربي أهانًا نعطف لأبي جعفر وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا وَذَّذَكَ بِقِرَاءَةِ فَقَدَّرْ بتشديد الدَّال نعطف لقال بالتوسط في المنفصل وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا وَوَفَقَهُ دُورِ أَبِي عَمْر نعطف لعاصن بالتوسط وإسكاليا في ربي فيقول ربي أَهَانًا نعطف لابن عامر فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا نعطف للكسائي وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلِيهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا نعطف لورش بالإشباع مع الفتح في ذات الياء وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا نعطف بالتقليل وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا نعطف لحمزة وأما إذا مبتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا قالوا ووفقه الجميع بل لا تكرمون اليتيم قالوا على قراءة التأفي تكرمون نعطف لأبي عمر بل لا يكرمون اليتيم ووفقه يعقوب ولا تحضون على طعام المسكين قالوا بالتأ وضم الحاء ووفقه ورش وابن كثير وابن عامر نعطف لأبي عمر ولا يحضون على طعام المسكين ووفق أبو عمر يعقوب نعطف لعاصم وقراءة أهل كوفة بالتأ وفتح الحاء وألف بعدها مع المد ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما قالوا بقراءة التأفي وتأكلون نعطف لورش وتأكلون التراث أكلا لما نعطف لدور أبي عمر ويأكلون التراث أكلا لما وذلك بيه الغيب ووفقه يعقوب نعطف للسوسي وياكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما قالوا بقراءة التأفي وتحبون نعطف لأبي عمر ويحبون المال حبا جما ووفقه يعقوب كلا إذا دكت الأرض دكا دكا قالوا بقصر المنفصل ووفقه ابن كثير وأبو عمر وأبو جعفر ويعقوب نعطف لقالوا بالتوسط كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ووفقه دور أبي عمر وابن عامر وعاصن وأركسائي وخالف العاشر نعطف للمطوع عن إدريس إذا دكت الأرض دكا دكا نعطف لورش كلا إذا دكت الأرض دكا دكا نعطف لحمزة بالسكت كلا إذا دكت الأرض دكا دكا نعطف لخلاد بالتحقيق إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا قالوا نعطف لورش وجاء ربك والملك صفا صفا نعطف لبن دكوان بالإيمالة مع التوسط وجاء ربك والملك صفا صفا وقبل ذلك وقبل ذلك وفقه خالف العاشر نعطف لحمزة بالإشباع مع الإيمالة وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم قالوا نعطف لورش وجاء يومئذ بجهنم نعطف لإشمام وجاء يومئذ بجهنم ووافقه الكسائي ورويس يومئذ يتذكر الإنسان وأنّا له الذكر قالوا نعطف للسوس الذكري نعطف جدور أبي عمر وأنّا له الذكري نعطف لخلاد وأني له الذكري وفقه الكسائي وخالف العاشر نعطف لورش بالنقل يومئذ يتذكر الإنسان وأنّا له الذكر هذا عدد الفتح في ذات ألياء نعطف بالتقليل وأنّا له الذكر نعطف لخلاد يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكري وفقه المطوّع عن إدريس نعطف لخلاد بطرق الغنّة يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكري يقول يا ليتني قدمت لحياتي قارون ووفقه الجميع فيومئذ لا يعذّب عذابه أحدا قارون بقصر أربون الفاصل ووفقه بن كثير وأبو عمر وأبو جعفر نعطف له بالتوسط فيومئذ لا يعذّب عذابه أحدا نعطف لورش فيومئذ لا يعذّب عذابه أحدا ووفقه حمزة فيومئذ لا يعذّب عذابه أحدا بقراءة لا يعذّب للكسائي مع التوسط المنفصل نعطف ليعقوب فيومئذ لا يعذّب عذابه أحدا بقراءة لا يعذّب وقصر المنفصل وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدَا قارون على قصر المنفصل ووفقه بن كثير وأبو عمر وأبو جعفر نعطف له بالتوسط وَثَاقَهُ أَحَدَا ووفقه دور أبي عمر وابن عامر وعاصم الخالف العاشر نعطف ليعقوب وَثَاقَهُ أَحَدَا ووفقه حمزة نعطف للكسائي وَلَا يُوثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدَا بقراءة لا يُوثَق بفتحي الثاء نعطف ليعقوب وَثَاقَهُ أَحَدَا يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ قارون بقصر المنفصل ووفقه بن كثير وأبو عمر وأبو جعفر ويعقوب نعطف لقارون بالتوسط يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ ووفقه دور أبي عمر وابن عامر وعاصن وخلف العاشر نعطف للكسائي يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ نعطف لورش يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ نعطف لحمزة يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةَ وذلك بالتسهيل بين بين يرجعي إلى ربك راضية مرضية قالون بقصر المنفصل ووفقه ابن كثير وأبو عمر وأبو جعفر ويعقوب نعطف له بالتوسط يرجعي إلى ربك راضية مرضية ووفقه دور أبي عمر وابن عامر وعاصن وخلف العاشر نعطف للكسائي بالإيمالة مرضية نعطف لورش ارجعي إلى ربك راضية مرضية ووفقه حمزة فدخلي في عبادي قارون ووفقه الجميع ودخلي جنتي قارون ووفقه الجميع ترجمة نانسي قنقر